السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة الأمم تأليف نعيمة كراولي تقديم الأستاذ الدكتور إسماعيل دبش الكتاب من إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية برلين ألمانيا محتويات الكتاب العنوان الإهداء تقديم خلاصة الكتاب مقدمة الفصل الأول ثورة السترات الصفراء انتفاضة فرنسا العميقة الفصل الثاني السترات الصفراء تهديد للبرجوازية الحديثة الفصل الثالث دور القوى العظمى في الأزمة الفرنسية الفصل الرابع مستقبل ماكرون والسترات الصفراء الفصل الخامس العداء الأمريكي الفرنسي وصراع المصالح الفصل السادس تداعيات اقتراح قبل ماكرون بإنشاء جيش أوروبي الفصل السابع الخريطة الجيو استراتيجية الجديدة للدول الغربية الفصل الثامن التنافس الفرنسي الأمريكي على الجزائر الخاتمة المراجع الإهداء الكاتبة تهدي الكتاب إلى أمي التي علمتني فن الحياة وإلى والدي رحمه الله الذي علمني أن للحقيقة وجها واحدا وإلى كل الشعوب الصامدة في كل بقاع الأرض أهدي هذا الكتاب تقديم تتميز انتفاضة السترات الصفر بفرنسا بأنها نتاج للتطرف الليبرالي المتزايد الذي عمق ليس فقط التهميش والبطالة بل شمل بكثافة حتى الطبقة المتوسطة التي تعتبر حلقة توازن للاستقرار الاجتماعي وذلك خلافا للإحتجاجات أو الانتفاضات المتعددة والمتكررة في فرنسا في بداية هذا القرن والتي كانت أساسا إنعكاسا للطابع العنصري والتهميش للفرنسيين ذوي أصول أجنبية على غرار ما حدث في عهد نيكولا ساركوزي كوزير للداخلية في الفترة من 2002 إلى 2004 أو كرئيس لفرنسا من 2007 إلى 2012 شملت انتفاضة السترات الصفر منذ عام 2017 مختلف شرائح وفئات المجتمع الفرنسي ككل في مواجهة المبالغة في دعم الأغنياء على حساب الفقراء والجياع ضمن ووفق ذلك قدمت الباحثة نعيمة كراولي كما عهدتها دائما كأستاذ لها بجامعة الجزائر وكباحثة في تواصل علمي معها لاحقا قراءة عميقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه فرنسا خاصة منذ انتخاب مظاهرات مكثفة وواسعة عرفت بالسترات الصفر لدرجة وصفها بالثورة بحكم المشاركة الواسعة والقوية للمجتمع الفرنسي عبر مختلف المناطق والجهات والمدن يتميز تحليل الباحثة بتقديم قراءة لأسباب وأبعاد انتفاضة السترات الصفر خاصة من حيث مسيرتها السلمية وسلوكها الحضاري مبينة بأن التجاوزات والانحرافات أو العنف أحيانا كان سببها التضييق على الحريات وقمع السلطات الفرنسية يجد القارئ في هذا الكتاب منظور الباحثة من خارج المحيط الجغرافي للسترات الصفر وبمقاربة المنهج المقارن لما حدث أو سيحدث من ثورات أو انتفاضات في مناطق أخرى من العالم خاصة الدول أو الشعوب التي تواجه أكثر التطرف الليبرالي أو العولمة بمحتوياتها وممارساتها المتطرفة الأستاذ الدكتور إسماعيل دبش كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر خلاصة الكتاب لعبت انتفاضة السترات الصفراء دورا كبيرا في كشف حقيقة الوضع الاجتماعي المتردي للطبقة الوسطى في فرنسا وعمقت الأزمة التي يعاني منها الشعب الفرنسي حيث بات واعيا بمدى سيطرة النظام الليبرالي المتطرف على منظومة الحكم في فرنسا ظهر ذلك أكثر في انحياز الرئيس الفرنسي ماكرون ميدانيا إلى الأغنياء كشفت انتفاضة السترات الصفراء بفرنسا المؤامرة التي تحاك ليس فقط ضد الشعب الفرنسي بل ضد شعوب العالم ككل فانتفاضة السترات الصفراء ليست فقط ثورة ضد الفقر والتهميش بل هي أيضا ثورة ضد المنظومة الليبرالية ككل والتي ازدادت تطرفا في العقد الأخير في هذا الإطار انتفاض الشعب الفرنسي ضد منظومة الحكم الفاسدة والنظام الاقتصادي الغير عادل الذي بات لعبة بأيدي أغنياء فرنسا وغيرهم من أغنياء العالم وها هي فرنسا مهد الثورة ضد تغول البرجوازية وضد القهر والاستبداد والفقر مرة أخرى واحدة من ضمن الدول التي تخضع لثورة الجياع ولقانون لعبة الأمم مما يضع الرئيس ماكرون أمام مشكلتين معقدتين الأولى تتمثل في أن أصحاب السترات الصفراء عازمون على المضي قدما حتى تحقيق أهدافهم والمشكلة الثانية أنه أمام التحدي والتدخل الأجنبي من خلال محاكاة لعبة الربيع العربي في فرنسا فهل تنجح السترات الصفراء في إحداث هزة اجتماعية تقود الحكومة الفرنسية إلى مراجعة سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحقيق مطالبهم ولمن ستكون الغلبة للسترات الصفراء أم للبرجوازية الحديثة والتدخل الأمريكي في الأزمة الفرنسية مقدمة إن فكرة الإصلاح وتطبيق الديمقراطية فكرة قديمة قدم الإنسانية حيث وجدت في كتابات قدماء المفكرين اليونان كأفلاطون وأرستو وتواصلت مع ميكافيلي وغيره في العصور الوسطى وفلاسفة التنوير في القرن التاسع عشر التي أفرزت عديد الثورات أبرزها الثورة الفرنسية التي اندلعت في الرابع عشر من جويليا 1789 وامتدت حتى سنة 1799 والتي أدت إلى انهيار النظام الملكي المطلق الذي حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات ويؤكد أرستو من بين أبرز المؤسسين المؤسس الحقيقي لدراسة الثورات وأول من لاحظ وناقش ظاهرة التغيير السياسي العنيف في كتابه السياسة على أن أنماط الحكم كلها معرضة للثورة بما فيها نظام الحكم الأوليغاركية والديمقراطية وكذا الشأن بالنسبة لنظام الحكم المتوازن أو الدستوري أو الأرستقراطي وأن كل من الأوليغاركية والديمقراطية معرض لخطر الثورة عندما لا يتلاءم نصيب الحكام أو الشعب من الحكم مع تصورهم المسبق عنه وظلت العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما يعتريها من إشكاليات قانونية الركيزة التي قامت عليها دراسات القانون الدولي وتعد نظرية جون راولس في العدالة واحدة من أهم المحاولات التي عملت على فك الغازي مشكل التأسيس الذي لازم جمهوريات العقد الاجتماعي والملاحظ هنا أن هناك عديد التحركات والانتفاضات في العالم التي تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية المطلب القديم المتجدد الذي لم يتحقق بعد رغم كثرة الإعلانات والقرارات الدولية الداعية لذلك وهناك تعريفات عديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية واهتم الكتاب بأبعاد عدة ضرورية لتوافر العدالة الاجتماعية حيث يرى رفايل بأنه لكي تتحقق العدالة الاجتماعية لا بد من توافر عنصرين الأول ضرورة انطلاق جميع الأفراد في المجتمع من نفس الخط والعنصر الثاني هو ممارسة الحياد من جانب الدولة وربط رفايل العدالة الاجتماعية بفكرة الثواب والعقاب وأنها لا تتحقق في مجتمع يسوده الفوضى ويسود فيه الفساد ولكن قال إنه يجب أن يسود المجتمع فكرتا الجدار والاستحقاق وفقا للقانون فإن العدالة كنظام مضبوط بقواعد تدبر حضور الفوارق الطبقية وغيابها في توزيع الثروة من الجاه والسلطة والولاء ويتوقع أن يسير كل مواطن وفقا لتلك القوانين التي رسمت له وأي خروج عنها يعتبره إشارة مباشرة للتدخل وتقويم الإعوجاج سواء بالعنف أو عن طريق العقاب ولكن الملاحظ أن التحديد القانوني للعدالة يجعلها شيئا جامدا لا حركة فيه مع العلم أن التقصي التاريخي يثبت العكس فأفلاطون في حديثه عن العدالة يقول هو لا يتحدث عن كل المجتمع الأثني إنما يقصد فقط الفئة الحرة منهم والتي لا تتجاوز نسبة 10% من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم 400 ألف نسمة الأمر الذي يعني بأن 90% من سكان المدينة لا تشملهم العدالة وما زال يشوب اللبس والغموض كثيرا من الأفكار الإصلاحية كالقوانين وتنظيم المجتمع والدولة والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للثروة وغيرها رغم وفرة النصوص القانونية ووضوحها ولم تعيش الشعوب بعد لحظة الرخاء الموعود فلا زالت القوى العالمية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الإذلال وهو شر قديم يعود بقوة ليبسط هيمنته على العالم وخاصة على بلدان العالم الثالث التي تنصاع لذلك من غير كثير اعتراضات قبل أن تمارس الإذلال بدورها على جماهيرها ذاتها ولهذا فإن هذه الأخيرة تعاني من ذل مزدوج يضاف إليه ذل ثالث ويتمثل في الامتناع عن الفعل وهنا يمكن الحديث عن الذل قراطية أي النظام الذي يستغل التفاوت في علاقات القوة الداخلية والخارجية معا وتنبع الإهانة من إرادة وعية في التعدي على كرامة الآخرين وقد عاشت فرنسا التي كانت محل إلهام المنظمات والمواثيق الدولية في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأن الحكومات وجدت لخدمة الشعب عدة أزمات جراء إعلان ماكرون القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت في وقت غير مناسب وخاصة منها ارتفاع البطالة وضيق الأسواق الخارجية وضعف التصدير وتحول رأس المال من الصناعة المنتجة إلى المضاربة الريعية وانخفاض أجور الوظائف المتوسطة المهارات وارتفاع نسبة البطالة وزيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة لتغطية النفقات وتقليص الإعانات والخدمات الاجتماعية ووفقا لدراسة أجراها المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية حيث تراجع الدخل السنوي للأسر الفرنسية بمقدار 440 أورو بين 2008 و2018 واحتاجت فرنسا موجة احتجاجية خرجت في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة عموما والمطالبة بتخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور ثم امتدت المطالب لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنتها الحكومة التي استنزفت الطبقتين العاملة والمتوسطة بينما تقوي الطبقة الغنية ثم توسع نطاق مطالب السدرات الصفراء للتنديد بسياسة ماكرون الاقتصادية ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المنادات باستقالة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ودعا درويت مؤسس حركة سترات الصفراء عبر موقع فيسبوك للإضراب العام يوم السابع عشر من نوفمبر 2018 للاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات بعد فرض ضريبة عليها وقد عرضت الحكومة الفرنسية حوافز لتشجيع الفرنسيين على شراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة وبالمقابل رفعت الضرائب على مشتقات البترول الذي أدى لارتفاع أسعار الديزل الوقود الأكثر استعمالا في السيارات الفرنسية بنسبة تقارب 23% على مدى الشهور السابقة لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة وفي السابع عشر من نوفمبر 2018 استيقظ مئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا في سباة سياسيا عميق وفجأة تحولوا إلى مواطنين واعين واجتاحوا بقوة الفضاء السياسي وقلبوا موازنه التقليدية وصار هؤلاء يتتبعون باهتمام السياسة والقرارات الحكومية ومشاريع الإصلاحات وتعد ظاهرة خروج الناس إلى الشوارع للتعبير عن آرائهم ظاهرة شائعة بدرجة كبيرة في معظم بلدان العالم بل إنه حتى ينظر إلى أحداث كالتجمعات والمظاهرات بوصفها نتيجة حتمية للحرية الفردية والجماعية ورغم أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الأحداث عنيفة إلا أن المناسبات التي علقت بالذاكرة هي تلك التي وقعت فيها اشتباكات بدنية بين المتظاهرين بعضهم البعض أو بينهم وبين موظفي إنفاذ القانون وعدوى التغير معدية فهناك مثل أوروبي يقول إذا عطست فرنسا فإن أوروبا تصاب بنزلة برد فأول بلد قامت به ثورة شعبية في التاريخ كان فرنسا وكانت دائما هي السباقة في صنع الثورات والأحداث الجسام والمفاجئ في ثورات 1848 أن شرارة البدء في هذه المرة لم تنطلق من فرنسا ولكنها انطلقت من بلد صغير جدا وهو جزيرة السقلية الإيطالية حيث استطاعت في جانفي عام 1848 القيام بثورة على حكم أسرة البوربون وأسست دولة استمرت 16 شهرا ووضعت خلالها دستورا رائعا وكان لما فعله السقليون تأثير بالغ على الفرنسيين الذين شعروا بالحماسة والغيرة من أن السقليين سبقوهم فقام الفرنسيون بثورتهم الثالثة في فبراير 1848 وطبعا كان الفرنسيون قد قاموا بصنع ثورتين قبل ذلك في سنة 1789 و 1830 وعندما سقط حجر الدومينو الفرنسي الثقيل تتابعت أحجار الدومينو الأوروبية في السقوط وفرنسا هي البلد الذي كان الصراع الطبقي التاريخي يصل فيه كل مرة وأكثر مما في أي بلد آخر إلى نهاية فاصلة وهي بالتالي البلد الذي كانت فيه الأشكال السياسية المتغيرة التي يتحرك ضمنها هذا النضال الطبقي والتي تتلخص فيها النتائجه تنطبع في خطوط جلية إلى أقصى حد ذلك ما كتب فريدريك أنجلز في تقديمه لكتاب كارل ماركس الثامن عشر من برومير لويس بونابارت ولا زالت فرنسا الميدان الذي يمكن من خلاله اختبار المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع وما يحدث فيها يعد مؤشرا مهما لاتجاهات الحراك الاجتماعي على الصعيد الأوروبي والعالمي فبعد عقودا من تسيد المقولات الثقافوية والهوياتية في تحليل المجال العام تقوم حركات مثل السترات الصفراء بإعادة إحياء تقليد احتجاجيا عريق انطلق تاريخيا من فرنسا نصب المتاريس في الشوارع والدخول في مواجهة مفتوحة مع السلطة وهو التجسيد الأكثر ارتصاقا بالمخيلة لفكرة الصراع الطبقي ما ينبئ بعودة العامل الاجتماعي بقوة في عالم اليوم وما تشهده فرنسا ليس فقط انتفاضة شعب ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بل هو انتفاضة عميقة ضد النظام الرأسمالي بكل مؤسساته من برجوازية وشركات متعددة الجنسية العابرة للقارات وبنوك وهو أيضا نتيجة تصادم جديد للمصالح الغربية المتضاربة والقديمة ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن التوتر القائم بين فرنسا وإيطاليا يندرج في سياق المعركة على قيادة أوروبا بين القوى القومية التي يمثلها ماتيو سالفيني والروح التقدمية التي ينسبها الرئيس الفرنسي إلى نفسه وجدير بالذكر أن التوتر يتواصل في وقت تتجهز فيه الأحزاب الأوروبية إلى انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية ماي 2019 وهذا ما يشرح قول بيان وزارة الخارجية الفرنسية بأن الحملة الانتخابية الأوروبية لا تبرر عدم احترام الشعوب وديمقراطيتها والجدير أن محاكاة لعبة الربيع العربي باتت تستهوي العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت كيف تستغل السترات الصفراء للضغط على فرنسا وقد تتجدد لعبة الأمم في دول أخرى بنفس الأساليب أو بأساليب أخرى قد تفاجئ العالم بهدف تركيع وترويض الحكومات والشعوب على حد سواء وها هي الولايات المتحدة تحاول الدخول على الخط والتلاعب بثورة الجياع والمتاجرة بالسترات الصفراء التي من الممكن أن تغير قواعد اللعبة ليس في فرنسا فقط بل في العالم كله وهناك عدة أسئلة تطرح هنا هل أن انتفاضة السترات الصفراء هي ثورة ضد الفقر والخصخصة أم أنها بداية ثورة ضد النظام الليبرالي ومؤسساته وهل تنجح السترات الصفراء في إحداث هزة اجتماعية تقود الحكومة الفرنسية إلى مراجعة سياساتها ولمن سيكون النصر للسترات الصفراء أم للبرجوازية الحديثة وما مدى التدخل الأمريكي في الأزمة الفرنسية وهل لها شركاء أوروبيون لعزل فرنسا عن الساحة الدولية ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الفصول التالية تعريف المصطلحات الثورة الثورة هي تغيير مفاجئ وسريع للنظام السياسي يؤدي إلى الإطاحة بالنظام السياسي القديم والنخبة التي تمثله وتعويضه بنظام جديد تتبعه نخبة جديدة يختلف عن القديم من حيث الفلسفة السياسية وطريقة الحكم وتختلف الثورة عن غيرها من حالات الاضطراب التي قد يعرفها النظام السياسي كالتحركات الفئوية أو الطائفية التي يكون الهدف منها تحقيق مطالب خاصة ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى التفاف الفئات الأخرى حولها وغالبا ما يتم قمع تلك التحركات أو يتم الاستجابة لبعض مطالبها من غير أن يؤثر ذلك على النظام السياسي ونخبه الحاكمة وهناك من يعرفها على أنها انتفاضة طبقة لا تطيق القيود المفروضة عليها وهي تستعين بالشعب بعد أن تبسط له قضيتها العادلة وهو ينضم إليها فتكون الثورة الشعبية ثورة الجياع هو اندلاع انتفاضة موسعة ضد الحكومة تنبع من الفقراء والمهمشين وغير المتعلمين ولا تقتصر على قوى المعارضة السياسية والقوى الدينية التقليدية للاعتراض على عدم توفر أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية إذ يمثل توفير الغذاء الآلية الأساسية للسيطرة الاجتماعية وفي حال عدم الاستجابة الحكومية لمطالب المحتجين وتجاهل النتائج العكسية للأوضاع الاقتصادية تتزايد المواجهات مع قوات الأمن ويحدث المزيد من العنف والعنف المضاد الذي سرعان ما تتحول شرارته إلى احتجاجات واسعة ووفقا للعديد من الأبحاث الدولية فليس كل الجياع يحتجون فضلا عن أن العديد من المشاركين في ثورات الجياع ليسوا جياعا فالثورة هي مصطلح ذو معان عدة ولكنها مرتبطة ببعضها البعض فهو يستخدم أحيانا كالإشارة إلى تدمير إحدى الجماعات الحاكمة بواسطة جماعة أخرى وإن كان هذا الحدث يسمى في الغالب انقلابا والعصر الفرعوني هو أول من شهد قيام أول ثورة للجياع هي نوعا من العمل الجماعي وتتكون من جماعات غير رسمية أحيانا بأعداد كبيرة لأفراد أو مؤسسات لتركز على قضية سياسية أو اجتماعية بمعنى آخر تقوم الحركة الاجتماعية على مقاومة أو رفض أو تنفيذ تغيير اجتماعيا ما كما تعرف الحركة الاجتماعية على أنها سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص ينصبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي وفي هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من أجل التغيير سواء في توزيع أو ممارسة السلطة وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد لعبة الأمم تعني عبارة لعبة الأمم ذلك النشاط الذي بدأته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بغية وضع المخططات المناسبة لبسط النفوذ الأمريكي على بلاد العالم عن طريق السياسة والخداع بدل اللجوء إلى الحرب المسلحة وهكذا يقترب معنى هذه الجملة من التخطيط السياسي للصراع على مناطق النفوذ في العالم عن طريق الحرب الباردة واعتبر البعض كتاب لعبة الأمم لمايلز كوبلاند أدعوكم لقراءته تجسيدا لنظرية المؤامرة والحقيقة أنه كتاب تأريخي لفترة مهمة في التاريخ العربي الحديث كان فيها ضابط المخابرات الأمريكي كوبلاند عضوا في جهاز سري أطلق عليه اسم لعبة الأمم يجسد أعضاؤه شخصيات زعماء خارج الغرب لتوقع ردود أفعالهم على أحداث معينة لقد فسر مايلز كوبلاند في كتابه الشهير لعبة الأمم الذي نشره في لندن سنة 1969 أحداثا وقعت في الشرق الأوسط في الفترة الناصرية في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة بشكل علني التدخل في شأن دولة معينة فإنها في الحقيقة تقوم بإيجاد أساليب مبتكرة في الخفاء للتدخل ولست بحاجة هنا للتأكيد على هذه الحقيقة ويشبه كوبلاند السياسة الدولية بمسرح للعرائس ينظر لها الرأي العام على أنها أحداث حقيقية وواقائع مهمة ولكنها في الحقيقة غير ذلك إن اللاعب في لعبة الأمم مجبر بطبيعة محيطه على التحرك في اللعبة التي لا شأن لها أحيانا مع الربح إن هدف اللاعبين الدائم في لعبة الأمم هو استمرار اللعبة لأن توقفها يعني الحرب الحتمية وكان كوبلاند يجسد دور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ثم إن كوبلاند ليس مؤرخا أو صحفيا يصيب ويخطئ في رأيه بل هو شاهد عيان ذو مركز مهم ولا يعقل أن ينسج كل هذه المعلومات من وحي خياله الأمن الغذائي يقصد بالأمن الغذائي أن تكون لدى جميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الحصول ماديا واقتصاديا على الغذاء الأساسي والمسألة الخاصة بالأمن الغذائي لا تعني مجرد توفر الغذاء في المجتمع وإنما تتلخص المشكلات الأساسية في توزيع الأغذية وتوفر القدرة الشرائية لدى الأفراد ولا شك أن أزمة الجوع تمثل إحدى التهديدات الأساسية للنظم في العديد من الدول عدالة كلمة عدالة أو جاستيس مشتقة من جاستيتيا وتعني خاصية أن تكون عادلا وفي المعنى اللغوي لمفهوم العدالة أو العدل يمكن الإشارة إلى مجموعة من المعاني منها العدل أو الإنصاف في الحكم وعدم الظلم أو الجور فيقال عدل عليه في القضية فهو عادل والعادل هو واضع كل شيء موضعه كما ورد أن العدل هي قيمة مقابلة للظلم وهناك تعريفات عديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية واهتم الكتاب بأبعاد عدة ضرورية لتوافر العدالة الاجتماعية حيث يرى رفايل بأنه لكي تتحقق العدالة الاجتماعية لابد من توافر عنصرين الأول ضرورة انطلاق جميع الأفراد في المجتمع من نفس الخط والعنصر الثاني هو ممارسة الحياد من جانب الدولة وربط رفايل العدالة الاجتماعية بفكرة الثواب والعقاب وأنها لا تتحقق في مجتمع يسوده الفوضى ويسود فيه الفساد ولكن قال إنه يجب أن يسود المجتمع فكرة الجدار والاستحقاق والمساوات والاستقامة والتوازن وتعريف العدالة الاجتماعية لغويا هو بالتأكيد نقيض الظلم الاجتماعي والذي يتجسد في عدة صور منها الاستبداد والاستعباد والقهر الاجتماعي فهناك علاقة قديمة بين العدالة والثورة أهمية الدراسة على مدى عقود عديدة عمل النظام الليبرالي على تضييق الخناق على الطبقة الوسطى والفقيرة في الدول النامية غير أن ضحاياه لم تعد تقتصر عليهم بل تجاوزتهم لتضرب شريحة كبيرة من شعوب الدول المتقدمة وها هي فرنسا مهد الثورة الفرنسية التي تعيش ثورة السترات الصفراء مصرة على المضي قدما من أجل تحقيق أهدافها حيث تواصلت الاحتجاجات كل يوم سبت لمدة سنتين متتاليتين ولم تتوقف إلا بفعل الحج الصحي جراء انتشار جائح كورونا غير أن لعبة الأمم التي عصفت بالدول العربية باسم الربيع العربي باتت تستهوي الولايات المتحدة وما وقع في فرنسا ليس فقط انتفاضة شعبية ضد غلاء المعيشة وثورة الجياع ضد نظام سياسي واجتماعي واقتصادي بات يسيطر على كل شعوب الأرض بل هو تضارب المصالح الغربية ليس فقط في العالم العربي بل في العالم الغربي أيضا إشكالية الدراسة تكمن إشكالية الدراسة في أن فرنسا مهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان باتت تعيش على واقع أزمة اقتصادية حادة وتوزيع غير عادل للثروة أدى إلى انتفاضة الشعب الذي اتخذ من السترات الصفراء رمزا لحراكه والتي كشفت بدورها عن وجود أزمة سياسية خفية تعاني منها فرنسا في ظل العالم والتدخل الدولي وتتمحور الإشكالية حول البحث عن أسباب ظهور حركة السترات الصفراء في فرنسا فهل هي انتفاضة ضد الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة فقط أم هي ثورة الجيع ضد تغول النظام الليبرالي وما مدى تدخل الولايات المتحدة في تأجيج السترات الصفراء وما هو هدفها من ذلك منهجية البحث بالنظر إلى طبيعة الموضوع وسعيا مني إلى تحقيق الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي